ألمانيا النازية كانت بتشتعل على مشروع يسمى أطلانت روبا ده كان مشروع الهدف منه تكفيف مياه البحر المطاص الفكرة دي بتاعة المهندس الألماني هيرمن سورجل اللي كان شايف انها تكون حلل مشكلة الطاقة والبطالة اللي في أوروبا في الوقت ده وبساطة المشروع ده كان بيهدف لمناء مجموعة من السدود الضخمة عشان تمنع تضفق المياه للبحر المطاص اما من المحيط الأطلنطي او البحر الاسود وتزويد السدود بتوربينات لتوليد الطاقة الكهربية لأوروبا كلها وخلال قرن من الزمن هينخفض منسوب المياه في البحر المطاص وده اللي هيخلق مساحة قدراه الستمية وستين الف كيلو متر مربع هتكون صالحة للزراع وده تقريبا أكبر من مساحة فرنسا الموضوع زي ما كان هيخدم قررة أوروبا هيخدم برضو قررة أفريقيا وده من خلال إنشاء طرق وسكة حديدة هتمر بمضيق جبل طار هتربط قررة أوروبا بقررة أفريقيا وكمان إنشاء بحيرات ضخمة في مركز أفريقيا اللي ممكن من خلالها هيتم رأي الأراضي الزراعية في المنطقة كلها وكمان استصلاح الصحراء الكبرى المخطط بشكل عام ممكن يبان عظيم ورأي لكن المخطط ده هيتسبب في حدوث كوارث ملهاش أول من آخر الموضوع كان هيؤدي لمشاكل اقتصادية للدول الموجودة في جنوب أوروبا وكمان الموجودة في شمال أفريقيا نتيجة لغلق المضايق البحرية بالسدود وده طبعا بسبب توقف حركة السفن في المضايق دي ده جالي المشاكل اللي هتحصل في النظام البيئي من أهمها حدوث صورانات بركانية وزلازل عنيفة نتيجة لانخفاض حجم المياه في قاع البحر البركاني غير كده ارتفاع مستويات المياه في باقي البحر والمحيطات حول العالم وبالتالي هتحصل فيضنات للمناطق المطلة على المحيطات دي يمكن من الحاجات الكويسة الأوليالة لعملتها ألمانيا النازية انها مخدتش فكرة المهندس سورجل على محمل الجدية انت بقى شايف ان المخطط ده كان هيخدم العالم أكتر ولا لا